بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يسأل أحد الأخوة فيقول ما عدد أنصار الإمام المهدي عليه السلام من العراق؟ هل أنصاره من العراق كثيرين أم قليلين؟ رجان استمع رجان استمع للإجابة من قبل علمائنا العلام يقولون إن عدة أنصار المهدي عليه السلام الذين يبايعونه بين الركن والمقام ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فقط فيهم النجباء من مصر الأبدال من الشام والأخيار من العراق وفيهم عصائب أهل العراق وقيل إن عدة من يخرج معه من أهل الكوفة خمسون رجلا وقيل غير ذلك أكثر وذكر من ضمن أنصاره الرفقاء وهم من أهل الكوفة كذلك ويظهر من مقابلة الأحاديث إن أكثر أنصاره هم من أهل العراق يعني بمعنى أن العراقيين هم أكثر الدول العربية والإسلامية في نصرة صاحب الزمان سلام الله عليه وهم على ثلاث طبقات العصائب والأخيار والرفقاء الذين يتونك العصائب عصبة واحدة وكذلك الأخيار وكذلك الرفقاء على هذه الطبقات فالعراقيون بحمد الله عز وجل هم أكثر الناس نصرة لصاحب الزمان سلام الله عليه في ظهوره المقدس برنامج صباحات الأية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام